انا الاهلي دي اغنية بتلخص كل الكلام بتلخص كل الحكاية يعني اللي عايز يعرف الاهلي يسمع الاغنية دي كويس قوي ويسمع كلماتها بتأني كده مشاهدين ومتبعين الكرام اهلا وسهلا بحضراتكم منوريني دايما ومشرفيني في قناة قناة الاهلي واستادكم استاد الاهلي استاد الاهلي النهاردة في محاور كتير للحديثة نتكلم معاكو اكيد انتوا قلقانين في حاجات كتير الجماهير بتسأل عليها اكيد فريق الكورة في اولويات الجماهير واكيد برضو في اولويات الادارة اوعى تكونوا فاكرين ان في حاجة بتعدي مفيش همسة بتعدي على الكابتن محمود الخطيب وفريق العمل بتاعه كابتن محمود الخطيب اسطورة وتخيلوا بقى كمان اسطورة كروية كان عشق وحياته كلها كورة فاكيد فريق الكورة يكون ليه اهتمام كبير قوي عنده وزي ما قلت لحضراتكم مفيش اي حاجة بتعدي اوعى تكونوا فاكرين ان في حاجة بتعدي ولا هتعدي في عهد الكابتن محمود الخطيب خصوصا فريق الكرة اللي عارف أهميته بالنسبة للجماهير المصرية والعربية والأفريقية كمان عشان كده إن شاء الله يكون فينا في محور حديث كبير عن البطولة الأفريقية وما حصل في مبارات الأهلي والترجي دايما هبدأ معاكم الفترة دي كلها بدور الجماهير لأن أنا بصراحة منكز قوي مع دور الجماهير ونفس الجماهير الأهلوية تحديدا ترجع تملى السادة القاهرة تحديدا كمان السادة القاهرة اللي هو ملعب النادي الأهلي الشرعي في البطولات الأفريقية والبطولات المحلية الجماهيرة جماعة بأكد وبقول لو موجودة في أي مكان في أي استاد يكون الأهلي طرف فيه الموضوع يبقى مختلف تماما مختلف على الجهاز الفني وتركيزه مختلف على اللعيبة وتركيزها مختلف على الحكام الحكام اللي ظلمنا يعني ظلم بين 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 وأنا مش عارف بصراحة الاتحاد الأفريقى عايز مننا إيه مش فاهم من السنة اللي فاتت ومش شماعة عشان بس الناس اللي هي المغرضة ما يفتكروش أن احنا بنتكلم على الأخطاء التحكمية شماعة مش الأهلي اللي يحط أخطاؤه على الحكام مش الأهلي اللي يحط أخطاؤه أو يحط أي حاجة بتحصل على شماعة الحكام لكن احنا ظلم بين واضح جدا الحكم ده زي ما يكون حالف بأيمانات أنه هو يعني ضد الأهلي في أي حاجة هو هو نفس الحكم نفس الترجي نفس المباراة نفس اللغة فهنتكلم برضو عن الحكم العظيم اللي حكم لنا مباراة الأمس وهنتكلم على اللاين مان وهنتكلم على هدف الشرعي للنادي الأهلي يعني مش عارف بصراحة حاجة بصراحة يعني ماتش مهم جدا هدف شرعي جدا مفيش في أي حاجة وفجأة الحكم رافع تسلل وهو أساسا موقفه غلط مكانه غلط لكن رافعه متأكد وحالف أيمانات الدنيا أنه هو يحسب تسلل جماهير يا جماعة أهم حاجة بكرر وبقول الجماهير والإدارة وجهين لعملة واحدة وهي عملة النادي الأهلي الكيان الكبير الجماهير ما ينفعش من غير إدارة الإدارة ما تنفعش من غير جماهير نادي الأهلي بشموخه كله الجماهير ده عمود أو الجماهير دي عمود أساسي ورئيسي فيه النادي الأهلي الكيان الكبير عشان كده بقول ما تخلوش أي قلة تمنعنا أن احنا نحضر مبارسة تانية للأهلي ما تخلوش أي قلة توجينا في اتجاهات تانية خالص الجمهير طول عمرها أهلوية بتشجع وبتموت عشان نادل الأهلي وشفنا ومش عايز أكرر ومش عايز أفتح في حاجة خلصت وانتهت لكن طبعا عمرها ما تنتهي في حياتنا الشهداء الأهلي الـ 72 أو الـ 74 عشان كده بقول الجمهير ترجى إيه استاد تخاوف أي حكم تخلي أي جهاز فني يركز تخلي أي لعيب يطلع أقصى ما عنده نقطة ومن أول السطر كل يوم نادل الأهلي بمجلس إدارته بالمديري التنفيذي بكل الناس دايما بيقولوا حاضر احنا نحاول نعمل جمهير ونحاول نتكلم ونحاول ننفذ ونحاول نخلي الجمهير تبقى ملتزمة وبيعملوا كده فعلا ملتزمين كل الالتزام كل الالتزام فأنا شايف إن احنا خلاص يعني وبعدين احنا بنطبق القانون بحزفيرو دلوقتي الملتزم على دماغنا واللي مش ملتزم بتطبق عليه القانون بحزفيرو دي حاجة كويسة وحاجة احنا مرحبين بنا وكمان المجلس إدارة نادل الأهلي كله مرحب بالموضوع ده فليه نرجع عشان شوية قلة أنا بتكلم في مصلحة الكرة العربية الكرة الأفريقية اللي بيمثلنا نادل الأهلي ونادل الأهلي رافع راس أي مكان هو فيه يعني نادل الأهلي رافع راس أي مكان هو فيه عشان كده بتكلم الجماهير لازم ترجع وتساند ومجلس إدارة نادل الأهلي بيدعم أي حد طالما فيه التزام والجماهير ملتزمة حتى لو نوعا ما حتى لو بنسبة ما فخلاص نماشي الدنيا ونرجع الجماهير لو سمحتوا لأن الجماهير مؤسرة جدا فيه فريق الكرة طيب أخذ نجم الأهلي ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريق كابتن عبد المنعم شط